اتقل لي يا دكتور طيب الفواكه والخضار ايش اكل مثلا منه اللحم المصنعة ممنوعنا انا ولا هاي المرتدلة واش ممنوع نهاية هاي متحطة فهمك ابدا العلم عند الله هي من ايش مصنوعة تمام اللحم طبيعي المشي متل ما انه والسمك الفواكه متل ما انه يعني اأمن فواكه ناكله بصراحة اللي بتنفعنا يعني مثلا الكيوي افوكاتو افوكاتو سبحان الله هذه الفاكهة لا تنضج بدها 6 شهور وشكلها مثل الرحم الحامل سبحان المرأة ممكن تخلطها مع الحليب وتشربها جدا مفيدة افوكاتو يعني من احلى ما يمكن بالنسبة مثلا يمنع الاصابة اصابة الان رسميا يخفف هو والشمر اصابة بسرطانات وخاصة سرطانات المرأة يعني بس بالمناسبة انا عم بقول يعني نتذكر بتنفع ان شاء الله حتقلي يا طب دكتور فيتامينات اش ااخد حقلك الفيتامين بي اكيد محتاجه بيه 12 اكيد محتاجه وبيه 6 لالتهاب الاعصاب الطرفية اللي هي لا يا الله طيب شيء جدا مزعج الله يعين مرضى السكر لما يصل لمرحلة هاي غير بعلا بمات برحلة متقدمة بقعود بحس يا ما مرضى انا بعمله ان انا اختبار الاحساس السطحي او السايد بعمله اكتشف بعدين اشو لقى يسكره 400 500 اكتشف معه السكر ما بحس يعني هاي فاعلا مشكلة وما بدي ااخده الادوية المخدرة اللي ممنوعة اللي لا يمكن صرفه الا عن طريق الوصفات طبية عن طريق طبيب يعني اه النفسية اللي هي تعطى للالتهابات الاعصاب في عندي بدائل لكن انا انا ما بدي اوصل لها المرحلة ازبط السكر وما بدي ااكل يا اخي ما من اناكل هتقول لي يا طيب يا دكتور ماذا نفعل هقلك امشي رياضة اتحرك ركبك ما عم تقدر تحرك تحرك وانت ايعد ارفع ارفع كعب رجلك لفوق ونزيل انت ايعد ارفع ايدك هيك هيك عميل هالحركات هاي طول ما انت ايعد ما عندك حجة المهم احرق احرق هذا الحريرات الاضافية الموجودة في جسمي هتقول لي فيتامين سي حالق فيتامين سي جدا مفيد فيتامين دي المفيد مثل ما انه كل اسبوع اربعة تلاف او خمس تلاف في الاسبوع وليس خمسين الف في الاسبوع او تتعرض داخل الشمس تتعرض على الشمس شوفها من ساعة 10-12 بالظهر بعزة الظهر ها تتعرض عشر دقايق بتاخد عشر تلاف وحدة هذا بالاشع الفوق البنفسجية مثلا بعطيكم هاي موضة ضدال وحل وما حل ما بدأ حلم ها حطيت راسي على الشمس فتحت ايدي عشر دقايق ها اجاني ما احتاجه فيتامين دال مثلا البي كومبلكش مثل ما انه يعطى الالتهابات الاعصاب حتقلي الجروكوفاج جمنع واحد بيطلع لي بيعملي محاضرات تعال يا اخي ايش بدي خلاص لا بدي احلل ولا بدي شي اكل بيطين اكل حليب ولمن واخد فيتامين بي حبك اليوم مو غلط فيتامين بي كومبلكش اللي فيه جميع فيتامين بي مو والله ركز على بي مثلا او هذا لاني محتاج كل اصدي انواع فيتامين بي الموجودة في الحي حتقلي طيب يا دكتور ورائب وزنك شفت ما عم بينزل وزنك فيه غلط لاني ما زبطوا السكر خليك جوعان جعت اكلت اكلت رفعت السكر اكتر خربت الدنيا عندي اكتر معادلة صعبة فعلا صعبة حتقلي يا دكتور انا ما عم بقدر بقلك طيب يعني مثلا الوصفات اللي اللي هلكون فيه في اجهزة الخراب الاجتماعي يعني القرفة معروفة بتنزل السكر كويسة بس الرجل حتهد حيله يعني مثلا حتقلي كوركم كو ايش هتخسر الشمر هلا خود ما حتخسر لكن ما في شي ثبت مية في المية بزور الشي بزور الكرفس يعني يا اخي جري ما لا خسران شي انا هدفي تنزل لي السكر تحت المية وخمسون قبلين كنا نقول تحت المية وخمسون وثلاثين والتراكم تحت السبعة وبطلع لك واحد اقضي على السكر هادا نهائيا وحلل للتراكم يعني كلام غير منطقي وكلام غير طبي يا جماعة ما في شي هذا مرض لا يمكن ان يزول الا بفضل الله تعالى مشيت متقطع عملت رياضة مشيت والله في عندي مرضى كثيرين زبط السكر عندهم وصاروا بس ياخدون منظم السكر فقط